الضفضعة الرقطاء الجهاز التنفسي الضفضعة الرقطاء حيوان فقاري من البر مائيات يمتلك جسمها أجهزة تساعدها على العيش في البر والماء وتلك الأجهزة هي الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز الوعائي والجهاز الإخراجي والجهاز العصبي والجهاز التناسلي الجهاز التنفسي لدى الضفدع يساعده على التنفس في البر والماء ولكن كيف حدث ذلك؟ يتنفس الضفدع في البر والماء بطريقتين مختلفتين ففي الماء يتنفس الضفدع عن طريق الجلد والذي بالتالي يقوم بوظيفة عضو تنفس وتتم عملية تبادل الغازات بالانتشار وأثناء البيات الشتوي والسبات الصيفي كذلك يعمل الجلد كعضو تنفس للضفدع ففي البيات الشتوي يقوم الضفدع بتحويل الجليكوجين إلى غولوكوز كرد فعل عكسي على انخفاض درجة الحرارة ثم انتقل الغولوكوز عبر الدم إلى جميع خلايا الجسم والذي يتحد مع الجليسرول ليحمي مكونات الخلية وتبدأ العمليات الحيوية بالتوقف إلا التنفس الذي يتم عبر الجلد وذلك إلى أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى ويعود الضفدع من بياته الشتوي أما في السبات الصيفي فيقل معدل ضربات القلب ويتباطأ عمل الجهاز الهضمي ليقوم الضفدع بالسبات لمدة أقصاها عامين وما إن تتحسن ظروف المناخية حتى يعود الضفدع للحياة الطبيعية مرة أخرى والتنفس في حالة البيات الشتوي والسبات الصيفي يسمى بالتنفس الجلدي أما في البر فالضفدع يتنفس عن طريق التجويف الشدقي والرئتين والجلد فأثناء عملية التنفس يدخل الهواء للتجويف الشدقي من خلال فتحة الأنف الخارجية ثم تنغلق فتحة الأنف الخارجية ويفتح الممر الموجود بين التجويف الشدقي والرئتين فاندفع الهواء من التجويف الشدقي إلى الرئتين ثم تتم عملية تبادل الغازات في الرئتين وكذلك عبر الغشاء المبطن للتجويف الشدقي فيخرج ثاني أكسيد الكربون وأدخل الأكسوجين إلى مجرى الدم والتنفس في تلك الحالة، أي عبر الرئتين، يسمى بالتنفس الرئوي